وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال مع تركيز على قطعي الصناعة والزرعة جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغيرة وفي اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية وجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد باس الرحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تنول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية لا سيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال فضلا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبعي ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الوعدة والتنفسية على مستوى المحافظات وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراصية ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة وصغيرة ومتنهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص والمساهمة في إطلاق طاقتهم الإبداعية والاستثمارية مع التركيز على قطاعي الصناعات والزراعة في إطار الخطط الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية كما وجه السيد الرئيس باستمرار العمل الجهري لتحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي به وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنفسيته كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تأهيل مدري المدارس بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توفرها في حامل أمانة هذه المسئولية الكبيرة وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في إطار توجه الاستراتيجية للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة خاصة العنصر البشري وإلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل تقوم على معايير الموضوعية والتجرد والكفاءة والتمايز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة ويصهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين اشتركوا في القناة